دي زغليل عمره واحد وعشرين يوم بدأت تعتمد على نفسها. الاهالي حصية من اكتر من اسبوع. زي ما حضراتكم شايفين الزغلول هو اللي بعتمد على نفسه. اه دي حاجة حبيت اقولها معلومة كده على الماشي لكن مش ده موضوعنا. اه موضوعنا هنتابع الزغليل. نبدأ على طول نتابع الزغليل الحمام. هنشوف الزغليل اللي كنا اه مبدلينها. اه احوالها ايه اصلاحت ولا ما اصلاحتش الزغلول الكبير والزغلول الصغير. هو ده موضوع الاساسي بتاع فيديو النهاردة وهي دي الفكرة بتاعة فيديو النهاردة مع المتابعة بتاعة الزغليل. بسم الله ما شاء الله واكلين كويس. تمام. اخدين اللبا. دول اللي فقسين لسا مبارح. ما شاء الله واحد لبا كويس. جيب التاني. ده جماعة دعمها تلاتة. ما شاء الله ده انا ما كنتش اخد بال ان هما تلاتة. ما شاء الله فجأت فعلا الوقتي انا مش فاكر ان هما كانوا تلاتة. يبدو ان انا حطيت فيضة ونسيت التالتة. ايه بالتالت ده صغير فعلا فعلا ده صغير. طيب يا رب نلاقي حاجة نقدر نبدله معها. طيب هنحطهم الوقتي ونشوف الباقي بس خلينا فاكرين ان هنا تلاتة فيهم واحد ضعيف. في المكان ده. من حد ما نسوف هنعمل معاقل. المكان ده اللي انا كنت شايل منه كنت ضايف كان فيه برق زغلول واحد الزغلول اللحم ده وانا حطيت معاقل زغلول الزاجل ده. لكن الزغلول الزاجل ده اصبح دلوقتي مش واكل كويس. الزغلول اللحم هو اللي اخد برضو لسه مش واكل. يبقى هنا عندنا فيه مشكلة. القص ده مش مأكل لك كبير ولا الزغلول الصغير. فعندنا مشكلة. يبقى هنا ايه? ده تربية سايبة. يبقى فيه هنا دكر حمام بيجي يعاكس القص ده. لازم نتابع ونشوف ايه ليه مش يعارف يأكل ولاده. فيه مشكلة. لاما الحمام ده تعبان. القص ابوهم واموهم تعبانين. بس هما ما شاء الله نشايفهم كويسين. يبقى فيه يدكر بيجي يعاكسهم. هنشوف برضو الموضوع ده. المكانش هنحاول ننقل الزغلول الصغير ده ونحاول نأكله هدواء الزغلول اللي عايز يأكل هو ما شاء الله. شايفين? هو اه. اه الاقل هتأكله كمان قدامنا اهو. بسم الله ما شاء الله. يبقى فيه ضكر بيجي يعاكسهم. وهو الحمام استغل وجودي ان الضكر مش بيجي وحاول يأكل زغليله. الزغلول ده اللي كان معاه الزغلول اللي هو الصغير اللي مع الزغلول اللي اللي قادرته لك دلوقتي. ده كان معاه. طيبا هعمل ايه بقى? هقول لك هعمل ايه? هشيل الزغلول اللاحم ده لانه هو اكبر الزغلول الزغير ده ما عادش اخد حقه. هعمل ايه? لانه مش اخد حقه. هنسيبه النهار ده كده وناخد ده نرجعه مع التاني ده. تقريبا يبقى حجمهم تقارب يبقوا الزغلولين دول مع بعض. ده احنا قلنا البيضة دي ده فقست والبيضة دي احتمال مش هتفقس. لا والله ده نقرأ. البيضة مكسورة اهو. خلاص على وشك انها خلاص هتفقس. شايفين اهو مكسورة البيضة ايه. انا بيجي عند المية كده. بفتح المية. وبل البيضة كده وقت ما لقيها هتفقس ما بقشرش البيضة ولا حاجة اساعدها. هي ده اللي انا بعمله والمساعدة لها. بترتب البيضة بتبلها مية ما تخافش. ده هيسهل جدا على الزغلول النواي فقس. لو طلقت مرتين في اليوم اعملها المرتين لحد ما الزغلول يفقس. وبسرعة ناخدها نوديها تحت الاهالي. هرجعها هنا طبعا لحد ما تفقس. لكن هي اول ما تفقس هشيلها. مش هتنفع مع الزغلول ده لان الزغلول ده كبر. شوف ازاي? الزغلول ده بسم الله ما شاء الله بقى اصبح كبير. عمره تلت ايام دلوقتي او امكان اربعة ايام. فما فيه فيه فرق. مش هينفع مع الزغلول التاني. طيب نرجع للقص ده اللي تحته التلت زغليل اللي قلت لك فيهم زغلول صغير لسه فائس النهاردة. انا علامة كنت شايفه. انا ما خدتش بالي من ده. كنتش فاكر ان هم تلت بيضات. كنت فاكر ان هم بطين اتنين. هنشوفهم كده مع بعض هنا. اهو. زي ما حضرتك شايف الزغلول ده صغير جدا. والاتنين دول خبر شوية. يعني ده هيموت هيموت لو سيبته تحتها. اسيب لها الزغلول الصغير ده. ليه هو ده اسيب لهم الزغلول الصغير ده بس. لان القص ده اخر بيد فقس عندي. فهو اللي هيعطي اللبه احسن حاجة. فان عايز ده ياخد اللبه الواحده النهاردة بس. اهو. حطيت. خلاص كده حطيت الزغلول الصغير. واسيبه لما البكرة ياخد اللبه الواحده ويكبر وياخد راحته. اما الاتنين دول فانا هعمل ايه دلوقتي? هاخدهم لقص تاني. اه هنا مش هينفعهم. لأ ده كبير. شوف الفرق. مش هينفعه هنا. طيب هنشوفهم في حتة تانية. انا جبت الزغلولين هم في ايدي اللي هم على الارض دول. وهنشوف اللي احنا شفناه مبارح ده. كان تحته بيضة. اللي قلت لك احتمال مش هتفقس. فعلا البيضة فسدت. هناخدها نرميها. خلاص دي. هنشوف بقى الزغلولين اللي تحتها. بيدرب يا جماعة. بيدرب. حطهم. هنحطهم جنب الزغليل دي. طيب بقى ايه الوقتي الزغلولين اللي طلعناهم من تحتها فيهم واحد كبير واحد زغير برضو. خد بالك من اللي احنا بنعمله. علشان مش هتلاقي حد يقول لك الكلام ده في اي قناة تانية. هناخد الزغلول المتقارب. يبقى هنبعد ده. هنبعد الرابع ده. هناخد الزغلول الرابع ده. ونرجع لها الثلاث زغليل. هيبقى تحتها تلاتة. اللي هم قد بعض. ما فيش مشكلة. المهم يكونهم قد بعضهم. اهو. طبعا تاخد بالك وانت داخل لانها هيعدك وهيدرب الزغليل. وممكن يموت الزغليل. فلاص حطنا له التلاتة بسلام. وبرضو هنشوفهم بكرة. طيب ده. اصبح معنا واحد اكبر شوية. تعال نشوف هنعمل في ايه. رحنا بنجيب ده من هنا ونود ده هنا. عشان ايه? تفتكرش ان هي حاجة سهلة. القص الزاجل ده مع زغلولين. اهو ما شاء الله كبرهم هو اه ما اكلهم كويس. بس هنشوف هو اقرب ولا ننقل حاجة من ده. ممكن اخد حاجة من ولاده لو هو اكبر لو انا عايز اخد الكبير ده ممكن اودي في مكان تاني. اصيب لها اخد الكبير اللي من ولادها. اودي في مكان تاني ده انا شايف ان ده كبير. اهو. يبقى سيبت لها الاتنين. ارجع تاني نشوف حاجة تانية نودي فيها الزغلول ده. رجعت تاني. ليه الزغلولين دول? ما انا بنقل بقى بشوف المناسب ايوة والله سبحانك يا رب مناسب جدا. واكبر منهم شوية لكن متقارب يعني مش هيفرق كتير. حطنا لها الزغلول التالت بقى اصبح تحتها تلات زغليل. ما فيش مشكلة وبرضو هنتابع اهو بسم الله وماشاء الله هترقود عليهم. ومش هتاخد بلاء. بقول لك التبديل ده اللي جاية عمر عشرة ايام. الحمام ممكن ما يعرفش الزغليل. لكن بعد العشرة ايام في حمام بيدرب الزغليل ويبقى اللي وافأس النهاردة ده. يبقى انا اشيل الزغلول الكبير ولا اشيل الزغلول الزغير هتشيل الزغلول الزغير. هقول لك ليه? هي الاهالة ما يعطينه لبا هوت? ما شاء الله فيه لبا بس قليل جدا لكن مش هينفع مع الزغلول الكبير. يا اما نشيل الكبير يا اما نشيله الزغير. بس انا هشيله الزغير بس لها سبب الحكاية دي. هقول لك لان الاهالة دي بتاعت اللبا بقى لها كده اربعة ايام او خمس ايام. فاللبا بتاعهم هيخلص خلاص. ما عادش هيبقى في لبا الزغلول ده هيتظلم مش ااخد لبا. اما ده خد لبا كتير ما شاء الله. اهوت اخد لبا محترم. وكأن الاهالة معادة تلبين بتاعها. لكن اخافة سيب الزغلول الزغير الاهالة تحس ان ما فيش تحتها زغليل وتقوم وتسيب الزغلول الزغير. الاهالة مش هتحس ان في حاجة تحتها لو شيلت الكبير ده. فطبعا لازم اسيب الكبير. واخد الزغير اعطيه لحد لسه اقرب حاجة فاقسة بيضة عندي. اقرب حاجة فاقسة عندي انت فاكر امبارح الفيديو اللي كان فيه اه اتفاجئة لقت هنا تلات زغليل. وشيلت الاتنين الكبار وسبت الزغلول الزغير. تعال نشوف الزغلول اللي انا كنت سايبه. اللي كان هيموت امبارح الزغلول الزغير. اهو يا جماعة طلعنا الزغلول بتال اللي كان موجود امبارح. لو انت حضرتك فاكر كان هيموت باسم الله. ما شاء الله اخد اللي با تمام التمام. فده هو رضاني لوحده. هحط معاه الزغلول اللي فأس. دايما نشغل دماغنا في الموضوع ده. ده الزغلول اللي كان مع الزغلول الكبير. هنقوم حطينه كده. ويبقوا مزغلولين. وتحط كأنه فاقس تحتهم بازن الله. هيوكلوه عادي. اهوت بقوا من اتنين. بقوا تحت القص ده. نشوف بقية الزغليل دول بسم الله ما شاء الله انا كنت حاطهم تلاتة. في موضوع الحل بتاع مبارح. معقولين جدا. معقولين بسم الله ما شاء الله. انا خدت من دي زغلول ومعتش معها غير الزغلول اللي واحده كان تحتها البيضة اللي فأست اللي هي كان الزغلول الصغير اخدناها. اصبح تحتها واحد بس. تمام? هنا عندي فيه مكان تاني فيه حطت تلاتات مع بعض. انا حطت فيها تلاتة مع بعض. اهو تلاتات تقريبا العمر المتقارب يعني. اول نشوف ارضو الحجم فيهم لان هو التاني كبير شوية عن دول. نشوف اكبر واحد في دول ناخده. نحطه معهم يبقى دول اتنين. ادى كبير شوية. ده سابق شوية ناخده. ونرجع الاتنين دول للاهالي. بيأكلوهم كويس. هم ما شاء الله مش مقصرين معهم يعني التلاتة لكن هنخليهم اتنانات. افضل. فها كذا يعني. اهو حطينا الزغلول التاني. اصبح تحتها اتنين ان شاء الله. وحجمهم مناسب لبعض جدا هم. كأنهم فأسين تحتها. وده الزغلول اللي قلت لك ان فيه دكور او فيه دكر زيادة بيعكسه. انا مبارح لقيت دكر شلته. كان بيجي يضرب الاهالي اللي هي مش عارفة تأكل الزغليل. قلت منهم الزغلول الكبير اللحم اللي حطته هنا ده. اهو الزغلول ده اللي انا شلته حطته مع الزغلول التاني. اكلين ده ان شاء الله. لكن هنا برضو. لكن هنا لسه المشكلة. شوف الزغلول عايز ياكل لكن الزغلول ده متعور. شايف? يبقى هنا فيه فعلا دكر تاني كمان يعني ما كانش دكر واحد. ده عيوب التربية السائبة يا جماعة. ده لو ما احطط في سلاكة عمره ما هيحصل في المشاكل دي. وكان فات الزغلول ده اه قد كده مرتين. هو متأخر لان الاهالي مش عارفة تأكله بتدفع عنه اكتر. اه الاهالي بتدخل في معارك اكتر عشان تدفع عن ولادها. فهو متعور. فانها رائب برضو تاني تحدي ما شوف ايه الزغلول اللي هو تحته. وانا كان هو اصلا اه من التنقيل مع انتش فاكر انا كنت حد تحته كامل. اهو ما شاء الله. تلات زغليل. اكلين. هنتابعهم برضو مش هنسبهم. ما فيهم واحد اكبر شوية بس مش هنسبهم. هحاول اخلي الصغير يبقى نهية برة كده. عشان الاهالي تشوفه. كده. اخلي الصغير ده. هصغر واحد. يبقى برد. لو دخلت بالزغليل بالمنظر ده. وايدي الفوق كده هيضربهم. هيضرب ايدي وهيضرب الزغليل. لازم اخلي بالي. اشيل الحمامة اللي رأت على البيض. يا اقل بايدي كده. يداري الزغليل ودخل ايدي بالمقلوب كده. كده بالشكل ده اهو ضرب فعلا. دخلت ايدي كده. شوف ايدي دخلت ازاي? ايوة. خلينا اظهر واحد هو اللي برة علشان الذكر يشوفه. او النتاية لورق ده. في نفس الوقت هيبقى هو اللي برة هو اللي ياخد اللي بقى اكتر. شوف هنا. اه ما شاء الله هو واحد اكبر من واحد بس اهم حاجة عندنا ان هما يكونوا اكدين لي اتنين.